راكم لمصلحة المنتخب السوري منتصف ملعب منتخبنا وطني تحريك الكرة الآن يتقدم اللاعب السوري عبد المصري تمني بيانية هجم الآن هناك خطأ هناك هناك يعني يبدو هدف هدف لمصلحة المنتخب السوري هدف لمصلحة المنتخب السوري ها تقدم مستحق الطريق اللاعب قلب الدفاع حمضي المصري حمض المصري يضع منتخب شاهد من فرصة يتقدم اللاعب حمض المصري يسدد كرة قوية داخل شباك عمر شنفع وبالتالي هدف أول في المباراة هدف أول بعد السباك في المقدم نتمنى إن شاء الله منتخبنا هذا الثانية شاهد كرة ما فيها تسلل يعني حتى الكرة الوفار يعدين كرة ولكن أيضا مقطوع من صاحب الهدف مقطوع من صاحب الهدف صاحب منتخبنا الوطني رمي التماس نتمنى إن شاء الله ردا أردنيا سريعا الحساح وجود مندر أبو عمارة وجود في الدمام يعني وإن كانت مباراودية ولكن المباريات اللي تتخل في سيلم في صيف تيتا أكيد الجميع خلف منتخب النشامة إن شاء الله المرحب بغاية الآن ما في أي فرة ولا أي تهديد على مرمى مصعب بالعوص إلى رمي التماس الآن عسى من جديد أيضا مقطوع عامل جديد رمي التماس لمصعد منتخبنا من دول الخليج ولكن حسن فضل فتاح كثيرا مع فرق الخطيات إلى أحمد هايل وراتة عميل رمي التماس من جديد عسعد الفتاح أيضا شاهد الرقابة للنصيق المفروضة على مفاتيح العبوري عامر شفيع كراب الأمام أيضا مقطوع ماري أمامية أيضا كرة مقطوعة من صاحب الهدف حمدي المصر حمدي فريق نادي الكويت أمامية الكرة ملعوبة قطيعة قطيعة بكون فول حمدي ومقطوعة من جديد من وسط فريق نادي الكويت ورحنا نقترب من نهاية الشوط العول الشوط الذي المحترفين الكبار في أوروبا اللي يعني يحتفلوا على الواقف مثلا عندما زملاءه تدخل تدخل صحيح ولو تأخر ثانية يمكن واحدة كان ممصدمت باللعب هذه محاولة عراقية خلفية مقطوعة بالرأس فرصة لنادي الشرطة العراقي خلفية من جديد وخلف روشيريو يحاول بإمكانياته العالية ويسدد لكن لكن حاولة هاولة 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 وقوية وصاروك الله الله هذا العقيد هذا العقيد هو شكلين ما بحقيل هو شكلين ما بحقيل أنت المصري وهدف جميل جدا من دقيقة 22 إلى القيثارة المصري بهدف جميل جدا